توفير المواد الغذائية لسكان الكويت خلال أزمة كورونا أضحت تحدياً كبيراً خاصة في ظل الإجراءات الاستثنائية آتي صاحبها إغلاق ونشبه كامل لمعظم مناحي الحياة ومناجم عنها من قلق وتسابق لتخزين الأغذية أمر مواجهته الحكومة الكويتية باللجوء لمخزونها الاستراتيجي تجاد الغذائية متوفرة والمخزون الاستراتيجي موجود وأيضاً السفن والبواخر شغالة والشحن الجوي شغال لكن تصاعد الطلب على الخضروات الطازجة أحدث ضغطاً كبيراً على قطاع الزراعي المحلي الذي رفع طاقته الإنتاجية بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد نحن قدرنا نوفر أكثر من ثلاثين سلعة قذائية داخل الكويت وتغريباً من الطماط والخيار والبيدجان والفلف البارد والفلف الحار تغريباً تجاوز العدد اليوم الذي ينزل بالسوق من سبعمية إلى مليون سلعة في الأيام العادية كانت أغلب الأسر الكويتية تعتمد على الطلب من المطاعم لكن تغير واقع الحال دفعها إلى الطبخ المنزلي خاصة خلال ساعات حظر التجوال وهما اضطرت معه لزيارة طلبها على الخضروات لكن إنتاج هذه الكميات الكبيرة في جو شديد الحرارة والشح المياه الطبيعية يضع عباء كبيرة على كاهل هذا القطاع الذي يطالب القائمون عليه بدعم حكومي أكبر لتعزيز الأمن الغذائي منذ بداية أزمة كورونا ساهم القطاع الزراعي الكويتي بتأمين قدر كبير من احتياجات السوق المحلية ولكي تمكن من تعزيز الأمن الغذائي للبلد يطالب الكثير من العاملين فيه بدعم حكومي أكبر مقابل بذل المزارعين جهودا يراد لها أن تكون استثنائية سعد العنزيز كانوز عربية الكويت